مرحبا بك سيدي أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدة قناتنا إذن سيد عبداللطيف هواري 10.1% هو رقم قيمة الصادرات بالنسبة لثلاثي الأول لسنة 2021 لاحظنا أن الرقم ارتفع مقارنة بسنة 2020 ما هي قراءتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا بالنسبة لإحصائيات الصادرات خارج المحروقات نقول لكم بإحصائيات خاصة بالستة أشهر الأولى من سنة 2021 وإن كانت تفضل السيد رئيس الجمهورية بالتصريح بها من خلال لقاءه الآخر مع الصحافة وإن كانت أعلن لأول مرة منذ 25 سنة ووصول صادرات خارج المحروقات في السوداسي الأول فقط إلى أكثر من 2 مليار و100 مليون سنتين مقارنة بسنة الماضية لعرفة صادرات مليار فاصل 0.4 دولار هذه النسبة على التغيير تعتبر أكبر نسبة مقارنة بالأشهر الماضية لعرفة ارتفاع بما قيمته 95% من قيمة الصادرات خارج المحروقات هذا التطور لاحظناه من خلال كانت وزار التجارة وترقية الصادرات بدرت خلال هذه السنة بالإعلان عبر البيانات الصحفية عن قيمة صادرات كل شهر لاحظنا ارتفاع من خلال 3 أشهر الأولى و4 أشهر الأولى و5 أشهر و6 الأول كان ارتفاع متزايد ليعرف ارتفاع من 58% إلى 62% 82% وحاليا في 6 أشهر ارتفاع 95% ونتوقع أن يكون ارتفاع أكثر من 95% بالنسبة لـ 7 أشهر و8 أشهر من خلال تصدير عدة شعب وعدة مواد صناعية لنحو مختلف دول العالم طيب سيد عبداللطيف هواري بما أنك تحدثت عن مختلف هذه الشعب هل يمكن أن تتحدث لنا عن أهم المنتجات التي تقوم الجزائر حاليا بتصديرها جيد كما جز في الفيتيار يعني كان من توجه شعبة الإسمنت التي تعرف تصدير قوي نحو مختلف دول العالم كان الحديد والصلب توجد الأسمدة المعدنية والكيميائية توجد السكر توجد التومور كل هذه المواد تعرف تطور ملحوظ في نسبة الصديرات لو نعود إلى الإسمنت مثلا حاليا في السوداسي الأول الجزائر صدرت أكثر من 130 مليون دولار نحو مختلف دول العالم بما فيها أمريكا أمريكا الجنوبية ودول أوروبا و15 دولة إفريقية صدرت لهم الجزائر الإسمنت تجربة الإسمنت تجربة جيدة وتستحق التعميم على مختلف القطاعات الإنتاجية بعدما كنا بلد مستورد قبل أربع سنوات كنا نستورد الإسمنت ما قيمته 300 إلى 400 مليون دولار يعني اليوم حاليا كان استثمارات كبيرة في مجال الإسمنت توجد مصانع من أكبر المصانع في العالم لإنتاج الإسمنت المتوجدة على مستويات بسكرة لتنتج الإسمنت وتصدر إلى مختلف دول العالم 130 مليون دولار لو نقارن بالسنة الماضية في 12 شهر من سنة 2020 صدرنا 82 مليون دولار حاليا نرى أن في 6 أشهر صدرنا أكثر من 130 مليون دولار وهذا الشيء نتمنوه ونحفزوه بالنظر إلى عدة إجراءات تخذتهم سلطات العلية في البلاد تخذتهم الحكومة من خلال وزارة تجارة وترقية تصادرات باعتبارها الهيئة الوزرية المكلفة بترقية تصادرات خارج قطع المحركة طيب فيما يخص اللوجيستيك والنقل فيما يخص نقل هذه المنتوجات للدول التي نقوم بالتصدير إليها هل يمكن أن تتحدث لنا عن التنظيم اللوجيستيكي خاصة أن نشاهدنا مؤخرا وزارة النقل في عديد من البيانات التي أصدرتها تقوم وتؤكد على تسهيلات جديدة في النقل سواء البحري أو البري أو الجوي جيد من بين الإزافة ونطاشة امتيازات تعبال الجزائر أن التصدير يكون عبر النقل البري أو البحري أو الجوي النقل البري بالنسبة لدول جوار وبالنسبة للنقل البري لدول أوروبية أو الدول أمريكا سواء شمالية أو أمريكا اللاتينية حقيقة هناك مشاكل ما زالت على أرض الواقع هناك انشغالات بالنسبة لمصدرين نحن في وزارة التجارة كنا اجتمعنا مع شعبة مصدرين إسمانت شعبة مصدرين إنتاج وإنتاج الحديد والصلب كل شعبة عندها الانشغال التحى الانشغال مثلا في شعبة الحديد والصلب إلا ما كانش انشغال في النقل كان انشغال في البنوك كل شعبة عندها الانشغال التحى بالنسبة لشعبة الإسمانت نعطي مثال ومشاكلها مع اللوشيستيك اليوم حاليا الإسمانت يعني يشحن بطرق تقليدية مما يسبب الغبار المتناطر هذا يسبب يعني آثار سلبية على البيئة والمحيطات والبحار وعلى الثروة السماكية لمتواجدة كانوا قدموا طالب يعني الممثلين تع شعبة الإسمانت يعني مجتمعين سواء المنتجين العموميين أو الخلاص من أجل اقتناء يعني شاحن أوتوماتيكي يعني عصري من أجل أن يقوموا بشحن هذه الإسمانت إلى البواخر يعني الملف كنا درسناه على مستوزة التجارة هو متواجد على مستوى وزارة النقل وإشغال عمومية إن شاء الله سيعرف الحل في القريب العجل ويستفدوا منه كل المتعاملين الاقتصاديين هذا الشاحن يسمح بشحن الإسمانت بالنسبة للبواخر الكبيرة التي تحمل أكثر من 40 طن التي كانت تشحن بطرق تقليدية في 15 أو 20 يوم الشاحن أوتوماتيكي يسمح بشحن هذه المواد أو مدة الإسمانت في مدة لا تتجاوز يومين وهو ما يسمح بالرفع من قدرات التصدير باعتبار أن الجزائر لديها طلبات كبيرة جدا للاقتناء الإسمانت الجزائري هذا بالنسبة لملف النقل بالنسبة للمسدري الإسمانت كذلك طيب بريطانيا مؤخرا بميناء سكيدا أعتقد قمنا بتصدير الإسمانت إذن تحدثت وقلت أن التجربة جد ناجحة ربما هي أول مرة نتعامل مع بريطانيا في أول مرة هذا شيء جميل جدا رحضنا أنه خرجنا من المنطقة الإفريقية أو من القارة الإفريقية وكسبنا زبون أجنبي من قارة أخرى طيب كسب ثقة الزبون المحلي ربما سهل نوعا ما وربما استطعنا نجاح فيها لكن الزبون الأجنبي يعني صعب نوعا ما كيف سنستطيع كسب ثقته؟ بالنسبة للتجربة لتصدير نحو الدول الأوروبية والسيما بريطانيا العظمى حقيقة لأول مرة الجزائر تصدر إلى بريطانيا العظمى الإسمانت لا يخفلكم في أوروبا عامة ومن خلال معاهدة المناخ يعني هناك اتفاقيات من أجل تخفيض عدد المصانع في أوروبا التي تنتج الإسمانت من أجل التي تلوث البيئة نحن في الجزائر كين المصانع يعني متواجدة خارج المحيط العمراني والسكاني هذا ما سمح للجزائر أن تكون من أول المصدرين إلى بلدان أوروبا وأمريكا الجنوبية كذلك من أول المصدرين لماذا؟ باعتبار أن جودة الإسمانت يعني دو جودة عالمية وتقريبا الجزائر حاليا تعتبر من البلدين أو الثلاث بلدان الأوائل لإنتاج وتصدير الإسمانت في العالم حاليا نشهد طالبات كبيرة جدا لو نرفع الانشغالات الخاصة بالنقل واللوجيستيك كما تفكرت تفضلتي وتكرتي الأخت مروى كذلك سلطات العلية في البلاد وجه رسالة لمتعاملين اقتصاديين من أجل التوجه نحو الأسواق الإفريقية باعتبارها السوق الطبيعي للمتعاملين اقتصاديين الجزائرين ولكن هذا لا يعني أن نتخلى عن أسواق أوروبية كبريطانيا العلماء حتى قبل بريطانيا أشرفنا على عملية تصدير من ميناء سكيكدا إلى دولة فرنسا إلى مارسيليا لأول مرة صدرنا الإسمانت إلى مارسيليا وكان بعدها يعني ممكن البار الأسبوع الماضي صدرنا يعني من ميناء سكيكدا إلى الميكسيك إلى أمريكا الجنوبية يعني كل هذه الأمور حاليا المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين اكتسبوا ثقة ووضعوا ثقة في السلطات العمومية من أجل لا سيما وأنهم عرفوا أن السلطات العمومية ترافقهم والدعمهم وتحاول باشترفع انشغالاتهم يعني بكل طرق وحتى السيد رئيس الجمهورية والسلطات العليا في البلاد لما تكلموا على تحقيق مبلغ خمس ملايير دولار من خلال ندوة الإنعاش الاقتصادي التي نعقدت في أوتسنت 2020 الحمد لله اليوم من خلال الأرقام المذكورة نتجه إلى تحقيق الهدف المسطر من طرف السلطات العليا في البلاد طيب سيد عبداللطيف هو بما أنك تحدثت عن نية رئيس الجمهورية يعني هذا الشيء لاحظناه سواء من رئيس الجمهورية يعني في كل خرجة له أو لقاء إعلامي يؤكد أنه اليوم نود إرادة الحكومة في الخروج ربما من التبعية النفطية أيضا فيما يخص الدبلوماسية الاقتصادية العديد من الوزارات مشتركة في هذا الأمر وزارة التجارة وزارة النقل وحتى وزارة الشؤون الخارجية كيف يتم التنسيق بين مختلف الوزارات لتحقيق هذا المخطط مخطط الأنعاش الاقتصادي أكيد نحن نعمل بالتنسيق والتشاور يعني دائم بصفة دائمة مع القطاعات الوزارية والمعالية توجد لجنة وزارية لمتابعة التصادرات تشرف عليها وزارة التجارة التي تكون مع القطاعات الوزارية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية وخاصة من خلال المكتب الذي أطلقته وزارة شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يعني حقيقة هناك تحسن ملحوظ فيما من قبل كانت وحاليا سفراء في عديد من دول العالم لسيما دول جوار والدول العربية والإفريقية يرسلونا بخصوص فرص التصدير لهذه البلدان يرسلونا بخصوص المناقصات الدولية المعلنة في تلك البلدان نحن نرياجي رابيد مو نرسل المتعامل الاقتصاديين من أجل المشاركة باعتبار أن المناقصة الدولية هي التي فيها مبالغ محتبرة من العملة الصعبة وأيضا كذلك حتى سفراءنا في الخارج يرسلونا خاصة بعد جائحة كورونا هذه إن شاء الله سوف نشهد مشاركة الجزائر في المعارض والتظاهرات الاقتصادية التي تنظم بالخارج بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة الوطنية التي يرأسها السيد وزير التجارة وترقية الصديرات جميل وفيما يخص العراقيل سيد عبداللطيف هوري ما هي العراقيل التي يواجهها المصدر الجزائري؟ حقيقة توجد عراقيل نكذبه على المشاهد الكريم لنقولوش عراقيل كل يوم تقريبا نستقبل شكاوي من المصدرين سواء عراقيل على مستوى النقل بخصوص عدم وجود حوية مبردة بالنسبة للخضر والفواكه توجد عراقيل حاليا على مستوى البنوك بخصوص عدم توطين البنكي بالنسبة للوجهات لتعرف سياسي تعرف أمور سياسية بالنسبة كذلك كاين عراقيل تواجه على بعض المديريات المحلية للجمارك هذا الشيء خلى وزارة التجارة وترقية صديراته بتعليمات سيد الوزير كان أعطى تعليمات مؤخرا من أجل تكفل بهذه من خلال إنشاء في مارس 2021 وبعدما قامت وزارة التجارة بتنظيم أبواب مفتوحة حول التصدير التي نظمت عبر 58 ولاية كنا من خلال هذه الأبواب أنشأنا لجان ولائية للتكفل ومرافقة المصدرين على المستوى المحلي هذه اللجان أنشئت بمجب تعليمات من أنعان تعليمات سيد الوزير وكذلك هذه اللجان تجتمع دوريا للنظر في إنشغالات ومشاكل المصدرين على المستوى المحلي هذه اللجان تعمل تحت إشراف سد الولات لـ 58 ولاية يرأسها السيد مدير التجارة للولاية بالتنسيق مع السيد مدير غرفة التجارة والصناعة توجد أيضا لجنة مركزية على المستوى المركزي للنظر في الحلول أو المشاكل التي تتجاوز صلاحيات الإدارة المحلية المتواجدة على مستوى هذه اللجان الحمد لله نتعليجا مقبولة نحن ندرس بصفة دورية عمل اللجان هدية كأن مشاكل على مستوى قطاعنا الوزارة قدرنا ندخله ونفتحه المشاكل كأن مشاكل على مستوى قطاعات وزارية أخرى كالمالية البنوك الجماريك النقل نحن بصدقهم أعضاء في اللجانة هدية ونحن بصدق دراستها ورفع هذه الانشغالات في أقرب وقت إن شاء الله إن شاء الله إذن هناك نية وهناك سعي أيضا من الوزارة الوصيح تلاحظنا أن وزارة التجارة أصبح اسمها وزارة التجارة وترقية أصادرات لو نتحدث الآن ربما على لو نتحدث عن مشروع البوابة الإفريقية أو دخول الجزائر إلى مشروع البوابة الإفريقية خاصة عبر معبر الدبداب كيف سيساهم هذا المعبر ربما في ترقية الصادرات الجزائرية إلى الدول الإفريقية؟ جيد البوابة الإفريقية هو شعار تبنى توزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال معرض الموغار الذي سوف ينظم أيام بين 30 أوت و 2 سبتمبر الشعار الذي اتخذناه هو الجزائر هو معرض الموغار الجزائر بوابة التجارة الإفريقية الجزائرية بوابة من خلال معبر الدبداب إن شاء الله سوف يفتح عن قريب بالنسبة لإفريقيا الشرقية تشاد وكذلك بوابة بالنسبة لمعبر تندوف خاصة نظر منطقة التبادل الإفريقية الحرة هذا المشروع أكيد في إطار منطقة التبادل الإفريقية الحرة نحن عدنا معرض في ولاية تندوف من خلاله يتم الولوج أو العمل على اختراق السوق الموريطاني وكذلك السوق إفريقية الغربية على غير السينيغال والدول إفريقية الغربية كل هذه الأمور الجزائر كانت صادقة بصفة رسمية من خلال المرسوم الرئاسي على الانضمام إلى المنطقة الإفريقية للتبادل الحر حاليا نعمل على من نهاية سنة إن شاء الله يبدأ يعني التعريف الجمركية تبدأ تعرف الانخفاض بما نسبته 20% في سنة لتلحق انخفاض أو تفكيك جمركي كله على خمس سنوات منه على خمس سنوات إن شاء الله حتى يصبح تبادل السرع يعني في حدود 0% من التعريف الجمركية تبقى 7% تفكك على مدى أكثر من خمس سنوات أي 15 سنة وتبقى 3% هي المنتوجات التي تحميها الدول والتي لا تخضع للتفكيك الجمركي طيب المنتوج الجزائري اليوم هل هو قادر على اقتحام الأسواق الإفريقية ولما لا حتى الأسواق الدولية جيد أحسن مثال ممكن لنا نضربه اليوم أحسن مثال هو منتوج الإسمنت كذلك منتوج الحديد والصلب ليسوق إلى الدول أمريكا الشمالية بالنسبة لمنتوج التومور يصدر إلى 64 دولة باختلاف يعني شروط الدخول إلى تلك الأسواق منتوج التومور اليوم يسوق إلى دول أستراليا يعني أستراليا اليوم يسوق لها التومور الجزائري بالنسبة للخضر والفواكه الجزائري من بين البلدان التي لا تستعمل كثيرا الأسميدة الكيميائية في إنتاجها للخضر والفواكه كل هذه الأمور كل هذه المعطايات تجعل من المنتوج الجزائري تنفسي من حيث السعر وكذلك تنفسي من حيث الجودة كل هذه الأمور يعني تقدر تقول حتى البرودوي أغريكو الأرجيريان بيو يعني بيو وهو المطلوب في البلدان الأوروبية عندنا طلبات عديدة نحن بصدد تعطير المتعاملين الاقتصاديين من خلال توفير النقل أو خطوط النقل أو خاصة بالنسبة لشحن المنتوجات من أجل توفير النقل لهذه المنتوجات لا سيما النقل عن طريق الحويات المبردة طيب ما هي مقترحتكم سيد عبداللطيف هواري فيما يخص المصدرين لاقتحام أو المضاي في هذا المخطط مخطط الأنعاش الاقتصادي الحمد لله يعني المصدرين الجزائريين لما سمعوا النداء تع السلطات العلية في البلاد بضرورة الوصول إلى خمس ملايير دولار وإحنا كنات قريبا في حدود ثنين مليار دولار اليوم المتعاملين الاقتصاديين يعني نوجه لهم يعني بس من وزارة التجارة وترقية السلطات نوجه لهم تحية شكر لأنهم أثبتوا أنهم يستطيعوا أن يحققوا الرقم هذا وأكثر وما لمتعاملين اقتصاديين لما استقبلناهم في وزارة التجارة قال لك أعطونا الإمكانيات أرفعوا علينا الإنشغالات ونحقوا لكم أكثر من خمسة مليار دولار اليوم الدليل واجد يعني باش ننصحوا على بعض الناس يتقول لك الجزائر مازال ما خرجتش من الرائع البترولي اليوم نحن في السكة الصحيحة للخروج من الرائع البترولي لأول مرة منذ خمسة وعشرين سنة كما تفضل السيد رئيس الجمهورية وقالها نحقوا أكثر من 2 مليار دولار بعدما كنا في 6 أشهر لنا نتجوز مليار دولار اليوم الأرقام مظهورة وهي مكشوفة للعلن حتى نقدموا قراءة دقيقة من خلال المعطايات اليوم من خلال بيانات صحفية التي أصدرتها الوزارة يوجد أكثر من ألف متعامل اقتصادي هذا دليل عن نية المتعامل اقتصادي لتسويق منتجاتهم نحو الخارج بشرط مرافقة وتأطير سلطات العمومية كذلك الألف متعامل اقتصادي لو نولوا أربع سنوات إلى الوراء أو خمس سنوات إلى الوراء لو نرى في الأرشيف كانوا الخبراء الاقتصاديين أو كانوا يتحدثوا على مئتين مصدر وأكثر من خمسين أو ربعين مصدر يعني بصفة مستمرة والمصدرين الأخرين يعني مناسبتيين اليوم حمد لله كنا في سنة 2020 من خلال الحصيلة التي عرضناها للرأي العام أنه كان ألف ومئتين مصدر صدروا في سنة 2020 رغم الجائحة اليوم الآن في 2021 في ستة أشهر يوجد أكثر من ألف متعامل اقتصادي مصدر والرقم مرشح للارتفاع إن شاء الله في المصدر القليل وربما لو لالجائحة كان الرقم مرتفع أكثر ولولالجائحة كان الرقم مرشح للارتفاع خاصة بعد ارتفاع تكاليف النقل يعني هو ارتفاع بالنسبة على مستوى السوق الدولي ككل وليس الجزائر فقط طيب سيد عبدالطيفة هواري تحدثت منذ قليل عن نقطة ربما جد مهمة تحدثت أن السفراء الجزائريين في البلدان الأجنبية يعني يتصلون بالوزارة الواصية ووزارة التجارة وترقية الصادرة هل ترى أن السفراء لهم دور أيضا في عرض ربما المنتوجات الجزائرية في البلدان التي هم فيها أكيد وهذا هو دور دبلوماسية الاقتصادية التي تم تفعيلها مؤخرا من طرف وزارة شؤون خارجية مثلا سفير الجزائر بدولة الكويت أو دولة موريطانيا يقدم عروض أو روسيا يقدم عروض تجارية للمتعاملين اقتصاديين يقدموا تسهيلات يقدموا كل المعلومات الخاصة السفير هوارو جزائري في البلد هذاك لما يشوف منتوج بلد أجنبي يسدر أو يسوق إلى تلك البلد بكميات كبيرة يقول لك لماذا لا المنتوج الجزائري جي إلى دولة روسيا أو الكويت نحن في تواصل مباشر معهم بتنسيق مع وزارة التجارة مع وزارة شؤون خارجية من أجل إيجاد مكانة للمنتوجات الجزائرية في هذه الأسواق وكل السفراء يعملون بنفس النسق بنفس الريتم من أجل إيجاد مكانة حقيقية ودائمة للمنتوج الجزائري في تلك الأسواق على اختلاف نوعيته أو شعبه سواء المنتوجات الفلاحية سواء المنتوجات صناعة الصيدلانية سواء منتوجات مواد البناء أو غيرها من المنتوجات التي ممكن أن تجد مكانا لها في الأسواق الخارجية وهو ما نطمح له بإذن الله سيد عبداللطيف هواري المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات نشكرك على كل الشروحات التي قدمتها لنا اليوم شكرا لك شكرا جزيلا